لعلها تكون نبراس للوضع الحالي في علاقة وحدة الاهلي وضرورة حدث الجميع على التمسك بوحدة الاهلي ومدام لنا مرجعية ومدام لنا تاريخ ومدام لنا جزور لازم نحتفظ بهذه القيم وبهذه المرجعية لما ألاقي كابتن صالح سنة 98 بيقول نغمة أهل مدينة نصر مرفوضة ومتسوسة والأهل كيان واحد اتهموا الأهل بعدم الوطنية لإسارة الجماهير ضده هل هذا معقول وبتكلم كابتن صالح على الوضع الحالي وقتها في الكورة ومستوى الفريق بس أنا أقول لحضراتكم اللي قالوا في حكاية النغمة المرفوضة وجه أحد الحضور سؤالا للكابتن صالح خلال المؤتمر عن ما حدث في موضوع مدينة نصر رد المايسترو هذه نغمة مرفوضة ومتسوسة ولا وجود لها في الحقيقة ولا يجب أن توجد في ذهن أحد لأننا عندما أقمنا فرع النادي بمدينة نصر كان بهدف اعتباره امتدادا للنادي الأهلي والعضو العامل بالنادي الأهلي له كل الحق في استغلال قوى النادي هنا وهناك النادي الأهلي كيان واحد يجب أن يكون هذا المعنى راسخا في أزهان كل أعضاء النادي الذين لهم كل الامتيازات المتساوية سواء الذين يجلسون بمقر النادي بالجزيرة أو بالمقر الثاني في مدينة نصر وهناك شائعة من أعضاء الجزيرة بأن أعضاء مدينة نصر هم سبب ما حدث في الجمعية العمومية وأعضاء مدينة نصر يتهمون أعضاء الجزيرة وهكذا بيقول الكابتن صالح تأتي الاتهمات متبادلة وأقول أننا جميعا أعضاء في النادي الأهلي وهو وحدة لا تتجزى ويجب أن لا نسمح لأحد أن يشيع ما هو غير ذلك لأن هذه هي سر مكانة الأهل الرسخة وحدته وقوته والعضو هنا هو عضو هناك ممكن أقول فضل طبعا كلام محسوم لأنه كمان اترفع تقضية كابتن صالح كان موقف واضح وكسبها في الآخر أن الانتخابات في المقر الرئيسي وما فيش أي لجانة تتعمل في أي فروح لكن اللي أنا عايز أقوله هو كلام ده من باب العند من باب رفاهية المواقف ولا على أرض الواقع ممكن يحصل إيه تعالنا تخيل الجمعية العمومية في أكتر من مكان طب أنت هتعملها في أكتر من مكان عشان تريح الناس خلاص المنطق بتاعها كده وده الهدف طيب حتفصل عضويات الجزيرة وتفصل عضويات الشيخ زايد وتفصل عضويات مدينة نصر بحيث أن كل واحد يروح ينتخف في المقر بتاعه يبقوا اللي رايحين ده كلهم عضاء مدينة نصر واللي رايحين ده كلهم عضاء الجزيرة واللي رايحين ده أعضاء الشيخ زايد لو حدث هذا تبقى كارثة ليه؟ هتبدو كأنها مباراة مين صاحب التأثير الأقوى فتطلع النتيجة بتاع التأييد موقف ما في الجزيرة أعلى من مدينة نصر قلو له ما إحنا الأساس وإحنا اللي كلمتنا مشت طب مدينة نصر هي اللي حسمت الأغلبية لصالح موضوع ما راحت عليكم وهكذا هذه خطورة لا حنعملها يرد عليك واحد تاني يقول لك إيه؟ هنعملها ألفة بيتك بحيث إن إحنا ما نقولش مين في مدينة نصر ومين في الجزيرة ومين في الشيخ زايد يبقى هنقول من الألف إلى الجيم مثلاً في الجزيرة من الجيم إلى السين في مدينة نصر من السين إلى شوف إيه؟ طب أنت لو عملتها كده يبقى عدو الجزيرة ممكن يروح مدينة نصر وعدو مدينة نصر يروح الجزيرة يبقى عملت إيه؟ ما رايحتش حد لكن يا شاعي وقدر برضو أنه يبقى عندك في الشيخ زيد وعندك فين؟ في مدينة ناصر النقطة المركزية لنقطة الالتقاء فين؟ بالصدفة كمان جغرافية هي الجزيرة هو الأقرب لمدينة الشيخ زيد هو الأقرب لمدينة ناصر يبقى من باب كل شيء من باب البيت الكبير في حد مبارح كان يقول البيت الكبير هو ده البيت الكبير كان أحد برامج القناة على فكرة واني موافع على البيت الكبير هو ده الدوار اللي لما تيجي تعمل فرح كل العيلة تروح تعمله فيه مناسبة وفاة كل العيلة تروح تعمله فيه الناس بتوبعيشها في البلد ده بيقولوا اللي قاعد في القاهرة ولا قاعد في اسكندريا ولا بيشتغل بيش عارف في البحر والأحمر كله يجي يروح يتجمع في الضوار حاجة بقولك مش عقق هذا طرف لا ينبغي ان احنا نقسم الناس على أساف هذا رأيي وما فهوش هجوم على حد على فكرة دي وجهة نظر حاجة مطروحة للحوار المجتمعي أبوحه بقى رأيي علنا مش بطعا حد من ظاهره وبمناسبة الشيخ زايد